بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الدارسين في جامعة العلوم والتكنولوجيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحبكم في سلسلة حلقاتنا التعليمية لمادة علم النفس العام وهي المطلب لطلبة برنامج علم النفس والاجتماع كنا في الحلقة السابقة قد نوهنا إلى أننا سوف نكون في بداية هذه الحلقة باستعراض إجابة التدريبات التي أوردناها في الحلقة الماضية وإليكم الإجابة على تلكم التدريبات التدريب الأول المطلوب فيه توضيح أن الحاجة ضرورية للفرد من الناحية الإسلامية والإجابة هي الحاجات ضرورية للفرد من وجهة نظر الإسلام وذلك لأن طبيعة خلق الإنسان بها العنصر المادي وبها العنصر الروحي وما دام العنصران في طبيعة الإنسان فإن للجانب الروحي نصيبا متعادلا من سلوك الإنسان مثلما للجانب المادي وهنا يختلف الفكر الإسلامي عن الفكر الغربي حيث يوازن الإسلام بين الجانبين بينما يركز الفكر الغربي على الجانب المادي للإنسان إن على الفرد من وجهة النظر الإسلامية أن يسعى لإشباع حاجاته الفيسيولوجية فالإسلام يقبل أن يحب الفرد مثل هذه الحوافز التي تشبع تلك الحاجات يقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا التدريب الثاني المطلوب فيه بيان موقف الإسلام من الحاجة إلى الأمن والإجابة هي إن إشباع حاجة الأمن لدى الأفراد شيء يطالب به الإسلام ويعتبره غاية من غايته قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعامهم جوع وآمنهم من خوف ولا يطالب الإسلام فقط بأن يتوفر للفرد الأمن على العناصر السابق ذكرها بل يطالب أيضا بأن يكون الفرد آمنا على أهله آمنا من الخوف آمنا على العرض وكذلك آمنا على المال وأن يتوفر ذلك الأمن بصرف النظر على الانتماء السياسي أو القومية أو اللون عزيزي الدارس يتوقع منك بعد متابعة هذه الحلقة لهذا اليوم أن تكون قادرا على أن واحد أن تقارن بين الاتجاهات المعرفية في تجهيز ومعالجة المعلومات اثنان أن تعرف الميكانزمات التي تتم بها عملية الإحساس ثلاثة أن تفرق بين الأنواع المختلفة للانتباه ولذا أحقيك أهداف هذه الحلقة سوف نستعرض معكم إن شاء الله الفقرات التالية واحد الاتجاهات النظرية في معالجة المعلومات اثنان عملية الإحساس ثلاثة عملية الانتباه والآن نبدأ بالفقرة الأولى لحلقتنا لهذا اليوم وهي بعنوان عزيزي الدارسين يركز الباحثون في الاتجاه المعرفي على قضية الاهتمام بالعمليات المعرفية وأيضا بكيفية تناول ومعالجة المعلومات وذلك باستخدام التقارير الاستطانية للمفحوصين حين يخبرون بالأنواع المختلفة من المهام المعروضة عليهم وأيضا حين يحاولون إخبار المجرب بطرق تفكيرهم في المشكلة وبمحاولاتهم إيجاد حلول لها ومن المهم أن ندرك أن هذا التصور للإنسان باعتباره منتج للمعلومات أو معالجة لها هو تصور تزامن مع تقدم البحوث في مجال تكنولوجيات الحاسب الآلي وقد ظهر اتجاه معالجة المعلومات في نهاية الأربعينيات من القرن العشرين حين قدم العالم شانون نظريته في عام 1949 قدمها طبعا كإنعكاس للآراء المضادة للاتجاه السلوكي وذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية طبعا أسهمت عدة عوامل في بروز اتجاه معالجة المعلومات من هذه العوامل أولا ظروف الحرب العالمية الثانية والتي طبعا كانت قد أدت إلى خروج علماء النفس من مختبراتهم واتجاههم للاهتمام بدراسة العمليات العقلية الداخلية والتي يعتمد عليها غالبا الإنسان في مواقف القتال أيام الحروب طبعا ونظروا للإنسان على أنه صانع للقرار أو ناقل للمعلومات فقائد الطائرة مثلا عليه أن يوجه انتباهه إلى لوحة القيادة وأخرى إلى العمليات الموجهة إليه طبعا عبر الراديو وذلك حتى يقرر الخطة المناسبة لضرب الهدف ثانيا ظهور مجموعة من العلوم الجديدة مثل هندسة الاتصالات طبعا أثر في ظهور مفاهيم مثل قنوات الاتصالات ومفهوم عدم التأكد والمعالجة المتوازية والمتتالية حيث استخدم علماء النفس في هذه المفاهيم لوصف عمليات التفكير لدى الإنسان بحيث يمكن من خلال ذلك التنبؤ بالعمليات المعرفية الداخلية التي يقوم بها العقل قبل طبعا صدور الاستجابة ثالثا ظهور علوم الحاسوب في صياغة اتجاه معالجة المعلومات فقد استعارت النظريات النفسية المعاصرة في معالجة المعلومات استعارت بعض مصطلحات الحاسوب مثل المدخلات للمعلومات المتاحة للفرد والمعالجة على أنها عملية تتم بين المدخلات والمخرجات وطبعا هي نواتج عملية المعالجة يفترض طبعا علماء معالجة المعلومات أن الإنسان معالج للمعلومات أي أنه عندما يؤدي مهمة معينة يقوم بسلسلة من عمليات المعالجة الأولية للمعلومات طبعا وفي ضوء النظر إلى الفرد باعتباره مخلوقا مفكرا وباحثا عن المعلومات ومعالجا لها أوضح العالم واير أن طبعا في عام 1974 أوضح أن محور الاهتمام في معالجة المعلومات ينصب على ثلاثة مجالات طبعا بصفة أساسية وفق ما يرى والمجال الأول كما ذكر هو بنية الذاكرة المختلفة ومن ذلك عمليات تشفير أو ترميز المعلومات في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى وأيضا عمليات البحث عن المعلومات في الذاكرة وانتقال المعلومات من موضع لآخر في الذاكرة وسعة الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى ثانيا عملية معالجة المعلومات أثناء التفكير طبعا كما تتمثل في العمليات المنطقية والرياضية المستخدمة في توليد حلول لمشكلات تكون موضع اهتمام الفرد المعالج وعملية تمثيل المعلومات المتصلة بالمشكلة والإسراتيجيات المستخدمة في اتخاذ القرار ثالثا تطور أو مجال تطور البناء المعرفية عزيزي الدارس يمكن أن نصنف أو يمكن أن يصنف علماء النفس الذين اهتموا باتجاه تناول ومعالجة المعلومات يمكن أن تصنف في ثلاث مجموعات المجموعة الأولى أصحاب نظريات المعلومات أو أصحاب نظريات المعلومات هؤلاء يرون أن الاهتمام المتزايد بالعمليات المعرفية يعود إلى ظهور نظرية المعلومات طبعا التي تعتمد في الأساس على مجموعة من إجراءات القياس حيث يعرفون طبعا المعلومات تعريفا أكثر دقة وفنية من التعريف الذي نستخدمه في لغتنا العامة ونظرية المعلومات عند أصحاب هذا الاتجاه تصف نواحي التشابه بين الرسالة كما ترسل والرسالة كما تستقبل ويعبر عنها تعبيرا كميا وهم طبعا لا يهتمون اهتماما حقيقيا بتحديد تصورهم لكيفية تصنيع المعلومات وأيضا تحديد معناها وكيفية استخدامها ويوضح الشكل الآتي أحد نماذج تجهيز ومعالجة المعلومات في الذاكرة المثيرات الانتباه الإدراك عملية التذكير القرار الاستجابة أو الفعل المجموعة الثانية تتمثل في أصحاب نظرية المماثلة مع الحاسب الآلي هذه المجموعة تذهب إلى أن العامل الأساس الذي دفع للاهتمام بموضوع العمليات المعرفية هو تأثر هذه العمليات بتكنولوجيات الحاسب الآلي وهم يذهبون إلى أن برامج الحاسب الآلي يمكن أن تتماثل مع ما يقوم به الإنسان في تجهيز المعلومات واستخدمون طبعا برامج الحاسب الآلي كوسائل تصورية تساعد طبعا على سياغة النظريات أو النظرية النفسية وطبعا بينما نجد أصحاب الاتجاه الأول يركزون على قياس المعلومات فإن مجموعات محاكاة الحاسب الآلي تهتم بشكل خاص بخطوات تخزين المعلومات واستخدامها بالنسبة للمجموعة الثالثة طبعا تشكل اتجاها أكثر حداثة وهم يوافقون طبعا على أهمية دراسة موضوع العمليات المعرفية باستخدام أساليب القياس الكمي المختلفة وأيضا يقبلون بنظرية محاكاة الحاسب الآلي لكنهم يهتمون بتصور الإنسان باعتباره مجهزا للمعلومات وأيضا معالجا لها طبعا بغض النظر عن قضية اختلاف نماذج تجهيز المعلومات أو نماذج تجهيز ومعالجة المعلومات فإن الفكرة الرئيسية لكل هذه النماذج واحدة وهي تتمثل في توضيح مسار الفعل أو التصرف الإنساني طبعا يبدأ منذ تعرض الإنسان إلى مثيرات البيئة سواء الداخلية أو الخارجية إلى أن يتخذ القرار وذلك بتبني هذا الفعل أو ذلك ردا طبعا على هذه المثيرات معلوم أعزائينا الدرسين أن أجسادنا مجهزة بأنظمة متخصصة لجمع المعلومات التي تسمى بالحواس والإحساس هو عبارة عن تنبيه العضو من أعضاء الحس وتأثره بمثير أو منبه معين سواء كان ذلك المنبه خارجيا أم داخليا وتعتمد شدة الإحساس على قوة المثيرات كما يعتمد طبعا نوع الإحساس على طبيعة عضو الحس وبالتالي فإن المعلومات الحسية يمكن أن تصنف تبعا لعضو الحس المتصل بها كقضية اللمس في الجلد أو الشم في الأنف والتذوق في اللسان وما إلى ذلك وقد حصر العلماء الحواس البشرية في إحدى عشرة حاسة متميزة فالبصر والسمع والشم من الحواس الظاهرة أما اللمس فقد تحول إلى خمسة أنشطة جلدية مختلفة أو حس جسمية تسمى هي التلامس بالإضافة إلى شدة الضغط والدفء والبرودة والألم وينتشر طبعا في طبقات الجلد أعداد كبيرة جدا من هذه الخلايا المتخصصة وقد تستجيب الخلايا لإحدى هذه الحواس الخمسة أو تستجيب لأكثر من واحدة وتستطيع أنظمة الحس الجسمية أن تنبئنا جيدا بخصائص الأشياء التي تلامس الأجساد طبعا وتمر عملية الإحساس بعدة خطوات طبعا هي أربع نوجزها كما يلي واحد الاستثارة تحدث الاستثارة إما خارجيا أو داخليا مثل المثيرات الفيزيائية المختلفة الصوت والضوء وما إلى ذلك أو المثيرات الاجتماعية وهذه المثيرات تؤثر في الخلايا الحسية المستقبلة اثنان تطلق الخلايا الحسية نبضات عصبية تختلف من حاسة إلى أخرى ثلاثة تقوم الأعصاب بنقل النبضات العصبية من الخلايا المستقبلة إلى المخ أربع يحدث التنبيه في المراكز الحسية بالمخ مما يؤدي إلى الشعور بالإحساس وتوجد بالمخ مراكز الإحساسات المختلفة من الواضح عزان الدارسين أن الخلايا المتخصصة ليس من الضروري طبعا اتصالها بالمخ للتعرف على حواس اللمس المختلفة والإنسان له حاستان إضافيتان تكشفان حركات الجسم نفسه هي الحاسية الأولى الحاسة الحركة والحاسة التي تسمى بالحاسة الدهليزية تعتمد طبعا حاسة الحركة على أدوات الاستقبال في العضلات والأوتار والمفاصل وهذا الجهاز طبعا ينبئ الإنسان فيما يتعلق بالوضع النسبي للجسم وذلك أثناء الحركة فإذا ما ثنيت مثلا أصبعك وأنت مغمض عينيك فإن حاسة الحركة تجعلك واعيا بحركة هذه الثني وأعضاء الحس طبعا الخمسة والتي يوضح الجدول التالي البصري الرؤية السمعي السمع الحس جسمي اللمس الضغط الدفء البرد الألم الكيميائي التذوق والشم الحس حركي الحاسة الدهليزية وحاسة الحركة وتختص أعضاء الحس وهي العين والأذن والأنف واللسان والجلد باستقبال التنبيهات الخارجية طبعا بالنسبة لأعضاء الحس الداخلية كالمعدة والأمعاء والمثانى والعضلات بالإضافة إلى المفاصل وجهاز التوازن في الأذن الداخلية هذه كلها تختص بالتنبيهات التي تأتينا من داخل الجسم وتنتقل هذه التنبيهات بواسطة الخلايا العصبية الموجودة في الجهاز الهضمي والتنفسي وأيضا الجهاز الدوري والدموي والبولي والتناسلي تنتقل إلى الألياف العصبية الموصلة إلى قشرة المخ طبعا حاسة والكل حاسة عنصر اكتشاف طبعا تسمى بالمستقبلات وهي عبارة عن مجموعة من الخلايا التي تستجيب بطريقة خاصة لنوع معين من الطاقة وهناك طبعا خلايا خاصة بالعين حساسة جدا طبعا حساسة للضوء الساقط في صورة طاقة كهرومغناطيسية وأيضا هناك خلايا خاصة بالأذن مصممة خصيصا لاستقبال الصوت أو ذبذبات الهواء في صورة طاقة حركية ويمكن أن تتأكد طبعا بنفسك من ذلك إذا ضغطت برفق على مقلة العين سيؤدي طبعا بإحساسك كما لو كانت هناك ومضات في الضوء أو من الضوء وكل مستقبل له طبعا حد أقصى من الحساسية لمدى محدود من المثيرات فجهاز الاستقبال للعين يتأثر بالضوء المرئي وأيضا يتأثر بشكل ضئيل بالطاقة الكهرومغناطيسية والطيف طبعا التي تشمل الموجات اللاسلكية وأشعات جامع والأشعاء الحرارية بالإضافة للأشعاء فوق البنفسجية طبعا بالرغم من كل هذا بالرغم من أننا لا نستطيع رؤية الموجات الكهرومغناطيسية إلا أننا لدينا جهاز استقبال لها عن طريق طبعا حادثة الدفء بالجلد والتي طبعا تتأثر بالأشعاء الحرارية وبالمثل فإن جهزة الاستقبال بالأذن تتأثر بالذبذبات الصوتية في مجال طبعا من 20 إلى 2000 تردد صوتي في تقريبا الثانية الواحدة أما الترددات الأعلى والأدنى من هذا المجال فتتواجد حولنا ولكننا لا نتمكن طبعا من سماعها ولحكمة إلهية طبعا ويمكن إيجاز أهم خصائص الإحساس فيما يليم 1- عملية الإحساس تسبق عمليتي الانتباه والإدراك 2- الإحساس نشاط قابل للدراسة من النواحي الآتية 3- الناحية الفيزيائية وهي التي تدرس الشروط الخارجية التي تعطي الإحساس 4- الناحية الفيسيولوجية وهي التي تدرس ما يحدث داخل العضو الحسي نفسه من أحداث 5- الناحية النفسية وهي ما يحدث من تفاعل داخلي وتكامل يغير من طبيعة السلوك والاستجابة 3- يحدث الإحساس نتيجة مقادير معينة من طاقات المثيرات التي تؤثر في الأجهزة الحسية 4- يحدث تكيف الحسي باختلاف مدى استمرار المثير فإذا استمر المثير ضعفة الحساسية وإذا امتنع المثير زادت الحساسية تعتبر عملية الانتباه من العمليات المهمة في اتصال الفرد ببيئته المحيطة به ومع أهمية عملية الإحساس في هذا الاتصال إلا أن قدرة الإنسان على الإحساس بجميع التغيرات التي تحدث حوله محدودة فهو مثلا لا يستطيع الإحساس بكل هذه التغيرات وذلك الاختلافها في الشدة مما يجعل الانتباه وهو حالة التركيز الشعوري في شيء أو عدة أشياء يجعله عملية مهمة وأساسية ليس فقط طبعا بالنسبة لعملية الإحساس لا يستطيع إدراك إدراكا واضحا أو أن يتذكر أو أن يتخيل شيئا وهكذا طبعا بالنسبة للعملية التفكير والتعلم وأيضا انتباه الفرد في لحظة معينة لا يكون عاديا لأي موضوع عابر إلا إذا كان الانتباه لا يجمد بل ينتقل باستمرار وبسرعة خاطفة خلال طبعا أجزاء من الثانية مما يعني بأن مجال الانتباه متعدد واسع فمثلا المدرس حينما يكون في الفصل يخيل إليه أنه في كل لحظة منتبه إلى جميع تلاميذه لكن الحقيقة أنه لا يكاد ينتبه في لحظة معينة إلا إلى تلميذ واحد أي بمعنى موضوع واحد فقط يكون طبعا في بؤرة انتباهه وأيضا للسرعة الفائقة في نقل بؤرة انتباهه من موضوع إلى موضوع آخر أو من مثير إلى منبه أو منبه إلى غيره طبعا يخيل إليه أنه ينتبه إلى موضوعات عدة في اللحظة نفسها عزيزي الدارس قد يسأل سائل ما هي طبيعة الانتباه طبعا للإجابة نقول يوجد في الوقت الحاضر اختلاف حول هذا الموضوع فيرى طبعا بعض علماء النفس أن الانتباه هو مصفات لتصفية المعلومات عند نقاط مختلفة في عملية الإدراك ويعتقد آخرون من الجهة الأخرى أن الإنسان يركز ببساطة على ما يريد رؤيته بالخبرة دون استبعاد طبعا مباشر للأحداث تفترض الدراسات أن الانتباه يكون فعالا في عدة حالات أولها عند استقبال المعلومات من عضو الحس ثم طبعا عند تخزين وتفسير المعطيات الحسية حيث يتقرر هل سوف يستجيب لها أم يتأهب للفعل والانتباه طبعا يحدث عند التقال عضو لمنبه أو مثير ما سواء كان هذا الإحساس على مستوى الحواس الخارقية أم الأحاسيس الباطنية أم مستوى الإدراك الذهني بحيث يشعر الفرد بهذا الإحساس يشعر به متبلورا واضحا جليا وكأن الانتباه هو تركز الإحساس أو تركيز الشعور في شيء وإذا كان الإدراك هو معرفة هذا الشيء فالانتباه طبعا يسبق الإدراك ويمهد له أي أنه يهيئ الفرد لعملية الإدراك طبعا أي أن كان الانتباه يرتاد ويتحسس بينما الإدراك يكشف ويعرف يعني يقوم بعملية المعرفة فإذا انتبه الشخص إلى هذا الصوت المفاجئ فإنه يدرك أنه صوت باب يقفل وانتبه إلى شخص مثلا قادم يلبس أو منظارا مثلا فإنه يدرك أنه ليس الشخص الذي ينتظره غير أن الانتباه قد لا يعقبه أحيانا إدراك فقد ننظر لكننا نعجز عن الرؤية أو ننصت لكننا نعجز عن سماع ما نتوقع سماعه ثانيا بؤرة الانتباه وهامش الانتباه طبعا هامش الانتباه عندما يكون الموضوع أو المثير موجودا في بؤرة الانتباه فهذا يعني بالضرورة أن انتباه الفرد مركز عليه خلال لحظة معينة وأن الموضوعات الأخرى المحيطة به أو المرتبطة به تكون على هامش الانتباه حيث يكون الفرد عند ذلك أقل انتباها لها ووعيا بها وقد يمثل طبعا موضوعا أو منبها من موضوعات هامش الانتباه في لحظة ما وبؤرة الانتباه في لحظة تالية وبالتالي يتراجع ما كان سابقا في بؤرة الانتباه إلى هامش الانتباه أو أحيانا يتلاشى تماما من مجال الانتباه معا أي البؤرة والهامش وقد طبعا يفرض موضوع جديد نفسه على انتباه الفرد كشيء طاري طبعا أو قد يتعمد الفرد أحيانا توجيه انتباهه نحو موضوع معين وهكذا تمضي الأمور وتستمر بالنسبة لعملية الانتباه لدى الفرد ثالثا موجهات الانتباه عند الإنسان الانتباه طبعا عملية معقدة لها عواملها أو مكوناتها السلوكية الظاهرية ولها أيضا عواملها الباطنية فعندما يسمع المقيمون بالغابة مثلا صوتا لأول مرة ليلا فإنهم يقفزون ويتوجهون نحو الصوت وفي الوقت نفسه تحدث تغيرات طبعا أو تغيرات فيسلوجية ينتج عنها التيقظ ومن ثم الاستعداد للتصرف لهذه المجموعات طبعا من الاستجابات الظاهرية والباطنية تعتبر بمثابة فعل منعكس تكيفي رابعا العوامل المؤثرة في عمليات الانتباه طبعا معروف أن الانتباه عوامل كثيرة تؤثر فيه أولا العوامل الخارجية منها مثلا أولا شدة المثير فالأضواء الزاهية والأصوات العالية بالإضافة لمثلا الروايح النفاذة أكثر جذما للانتباه من الأضواء القاتمة والأصوات الضعيفة والروائح المعتدلة مع ذلك فإن المنبه قد يكون شديدا ولا يجذب حيانا الانتباه لماذا؟ وذلك لتدخل عوامل أخرى فيه طبعا عوامل أخرى يكون لها أكثر أثرا في جذب الانتباه من حيث الشدة كأن يكون على سبيل المثال يكون الفرد مستغرقا في عمل يهمه طبعا هذا المثال ثانيا تكرار المثير فلو صاح الشخص ما وقال مثلا النجدة مرة واحدة فقد لا يجذب صياحه انتباه الآخرين أما إذا كرر هذا الشخص كرر هذه الاستغاثة عدة مرات كان ذلك أدعى إلى جذب الانتباه على أن التكرار دائما إن استمر رتيبا وعلى وتيرة واحدة فإنه يفقد قدرته على استرعاء الانتباه وهذا طبعا ما يلاحظه المعلنون إذ يلجأون إلى التنويع المستمر في إعلاناتهم مثلا الدعائية أو التلفزيونية وما إلى ذلك وصوت المدرس إن كان رتيبا أدى إلى إغفاء التلاميذ النقطة الأخرى النقطة الخامسة يتمثل في تغير حالة المثير فنحن مثلا قد لا نشعر بدقات الساعة في الحجرة التي نقطن فيها لكنها إن توقفت عن الدق فجأة يتجه انتباهنا إليها كذلك الحالة فناء قيادة السيارة فأي تغير في صوت الموتور يلفت طبعا نظر السائق فانقطاع المنبه أو تغيره في الشدة أو الحجم أو النوع أو الموضوع يترك طبعا أثر في جذب الانتباه وكلما كان التغير فجائيا زاد الأثر دال مكان المثير ووضعه طبعا وجد أن القارئ العادي يميل إلى الانتباه إلى النصف الأعلى من صفحات الجريدة التي يقرأها من طبعا الانتباه إلى النصف الأسفل كما اتضح في دراسات كثيرة أن الصفحتين الأولى والأخيرة أجذب للانتباه من الصفحات الداخلية ثانيا العوامل الداخلية للانتباه هناك طبعا عوامل داخلية مختلفة بعضها مؤقتة وبعضها دائمة تهيئ الفرد طبعا لموضوع الانتباه على موضوعات خاصة دون غيرها من هذه طبعا المواضيع أولا الحاجات العضوية فمثلا الجائع إن كان سائرا في الطرق استرعت لا شك انتباهه على طعمة وروائحها بوجه خاص ثانيا الوجهة الذهنية فإذا كنت مثلا تريد شراء سلعة معينة كان أول شيء تراه في المحل الذي تدخله أو تذهب إليه كذلك أيضا نرى الممرضة حساسة لنداء المريض وأيضا الطبيب لجرس التليفون والأم النائمة إذا إلى جوار طفلها قد لا يوقذها صوت الرعب لكنها تكون شديدة الحرص لكل حركة أو صوت يصدر عن طفلها ثالثا العوامل الدائمة وهي العوامل التي طبعا تجعل الشخص في حالة تهيئ ذهني للتأثر ببعض المنبهات وأيضا الاستجابة لها ومنها أولا الدوافع من أمثلة هذه الدوافع دافع الاستطلاع مثلا يجعل الشخص في حالة تأهب مستمر وذلك للانتباه إلى الأشياء الجديدة أو غير المألوفة ثانيا الميول ويبدو أثرها في اختلاف النواحي التي ينتبه إليها الناس في الموقف الواحد فمثلا نجد الرجل وزوجته وطفله مثلا ينتبهون وهم يسيرون في الطريق إلى أشياء مختلفة أو فيما ينتبه إليه قاض قاض مثلا أو مدرس أو طبيب وهم يشاهدون مثلا منظرا طبيعيا أو فيما يلتفت إليه عالم نبات وجيولوجي وسيكولوجي يزورون مثلا حديقة الحيوان أما أولهم فيلتفت نظره طبعا أول ما يلتفت نظره غالبا وبوجه خاص يلفت نظره الزهور والنباتات والثاني ينتبه إلى ما قد يوجد بالحديقة من أحجار وسخور أما الثالث فيجذبه سلوك الحيوانات طبعا الحديث هنا عن السيكولوجي يجذبه سلوك الحيوانات داخل الأقفاص أو بالأحرى سلوك من يتفرجون عليها خارج الأقفاص خامسا الانتباه في نظام تكوين وتناول المعلومات طبعا حاول كثير من الباحثين وضع نماذج تفسر دور الانتباه في تجهيز وتناول المعلومات وأشارت أغلب هذه النماذج إلى افتراض وجود مرشحات في طبعا نظام التناول تكون مهمتها اختيار بعض المعلومات دون الأخرى وذلك على النحو التالي كمثال لهذه النماذج نشير إلى نموذج برود بنت حيث يركز النموذج على طريقة تدفق المعلومات بين المثير والاستجابة حيث يتدخل المعلومات التي تأتي من المثيرات عن طريق الإحساسات ثم تمر بعد ذلك عبر ما يمكن تسميته بموقف أو محطة تخزين قصيرة الأجل طبعا مهمتها تكون حفظ المعلومات لفترة قصيرة إلى أن يتم نقلها طبعا المرحلة الثانية من مراحل تخزين المعلومات وطبعا على هذا تصبح عملية الانتباه مضبوطة ومحكمة بواسطة هذا المرشح الذي طبعا يقوم بتنظيم كمية المعلومات المتدفقة إلى المرحلة الآتية من التناول افترضت طبعا بعض النماذج أن يكون مرشح المعلومات بين مرحلتين الإحساس والتعرف طبعا كما في تصور برود بنت أو بين مرحلتين التعرف واختيار الاستجابة كما في تصور العالم دتش طبعا دتش وانورمان وقبل الختام نجد من المناسب أن نطرح عليك عزيزي الدارس بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع الحلقة نأمل أن توفق الإجابة عليها وسوف نستعرض معكم إن شاء الله الإجابة الصحيحة عليها في الحلقة القادمة والأسئلة هي واحد متى باهر اتجاه معالجة المعلومات اثنان اذكر خصائص الإحساس